بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض مادة المؤسسات التسويقية وهنشرح المحاضرة السبعة والأخيرة وهذه المحاضرة بتتكون من جزئين الجزء الأول يتناول موضوع المنفسة والجزء الثاني يتناول حالات عملية وتطبيقية في التسويق بنشوف الجزئية الأولى المنفسة وتعظيم تبادل القيمة بنشوف أولا أن الواقع العملي بيأكد على انتشار المنفسة بين المنظمات أو بين الشركات ده أدى إلى حاجتين الحاجة الأولينية صعوبة اتخاذ العملاء لقراراتهم الشرائية ده من ناحية من ناحية تانية صعوبة تفوق المنظمات أو الشركات على المنظمات أو الشركات الأخرى المنفسة ونتيجة لذلك اتجهت المنظمات أو الشركات النجحة إلى بناء والحفاظ على وتقوية علاقتها مع العملاء عن طريق تقديم أعلى قيمة إليهم والقيمة اللي بقدمها للعملاء اسمها القيمة المدرقة المدرقة من جانب العميل والحصول على أعلى قيمة منهم والقيمة اللي بأخذها من العملاء اسمها قيمة العميل وذلك فيما يعرف بتعظيم تبادل القيمة معنى كده أن انتشار المنفسة بين المنظمات أدى إلى اتجاه المنظمات إلى تعظيم تبادل القيمة مع العملاء ومن أمثلة المنفسة تقديم شركة بيبسي لمشروب أحلى في الطعم من مشروب شركة كوكاكولا وتقديم شركة ملك البرجر لأطعامة مشوية في مقابل تقديم شركة مكدونالد لأطعامة مقلية بنشوف هنا خطوات مواجهة المنفسين وسعب بنسميها خطوات تحليل المنفسين الخطوة الأولى اللي هي تعريف المنفسين ففي عندنا هنا منظور ضايق للمنفسة وعندنا منظور واسع للمنفسة المنظور الضايق للمنفسة هو أو هي قيام المنظمات بتقديم نفس المنتج الذي تقدمه المنظمة مثل شركات المياه الغازية مثل كاكولا وبيبسي وشركات أفلام التصوير مثل كودك وفوجي وشركات السيارات مثل مرسيديس وبيجو فيه بالنسبة للمنظور الواسع للمنفسة هي قيام المنظمات بتقديم منتجات تشبع نفس الحاجة لدى المستهلك مثل حاجة المستهلك إلى المياه فعندنا شركات المياه المعدنية والمياه الغازية والعصائر وحاجة الفرض إلى يعني ركوب وسيلة نقل أو وسيلة اتقال زي شركات السيارات والموتسيكلات والدراجات العادية إن الاعتماد على المنظور الضيق للمنفسة يطلق عليه قصر النظر التنافسي الخطوة الثانية بعد تعريف المنفسين هي تحديد أهداف المنفسين وأهميتها النسبية فعندنا من أمثلة الأهداف المنفسين البقاء والاستمرار في السوق أو في دنيا الأعمال والنصيب السوئي والعائد على الاستثمار والنمو والربحية في الأجلين القصير والطويل والتضفقات النقدية والقيادة التكنولوجية والقيادة التكاليفية الخطوة الثالثة من خطوات مواجهة المنفسين هي التعرف على استراتيجيات المنفسين مثل استراتيجيات الجودة والسعر والترويج والتوزيع والإنتاج والبحوث والتطوير والتمويل والمواد والموارد البشرية الخطوة الرابعة من خطوات مواجهة المنفسين تقييم جوانب الكوة والضعف لدى المنفسين مثل جوانب الكوة زي الجودة المرتفعة جوانب الضعف زي الجودة المنخفضة جوانب الكوة زي السعر المنخفض جوانب الضعف زي السعر المرتفع جوانب الكوة زي الترويج المكسف جوانب الضعف زي الترويج المحدود جوانب الكوة زي التوزيع المكسف جوانب الضعف زي التوزيع المحدود الخطوة الخمسة من خطوات مواجهة المنافسين هي التنبؤ بردود أفعال المنافسين فمثلا المنافس الكبير يكون رد فعله سريع وقوي ولا يسمح بدخول منتجات منافسة إلى السوق الخطوة الأخيرة تحديد موقف الشركة من المنافسين وهو إما المواجهة وإما التجنب بننتقل هنا لأنواع المنافسين فعندنا المنافسين بينقسموا إلى أربع مجموعات المجموعة الأولى اللي هم القادة وبنقول عليهم اللي هم الليدرز اللي هم القادة وهي وهم الشركات المستحوزة على أكبر نصيب سوئي والذي قد يصل إلى أربعين في مية من حجم السوء الكلي والمقصود بكلمة حجم السوء الكلي اللي هو مبعاد الصناعة في عندنا المجموعة الثانية اللي هم المتحدون اللي هم الشركات التي تكافح من أجل زيادة نصيبها السوء والذي قد يصل إلى 30% من حجم السوء الكلي في بعد كده عندنا المجموعة الثالثة اللي هم التابعون اللي هم الفولورز اللي هم الشركات التي تحاول الحفاظ على نصيبها السوء والذي قد يصل إلى 20% من حجم السوء الكلي في بعد كده اللي هم المتجنبون اللي هم نيتشارز هم الشركات التي تعمل على خدمة قطاعات سوكية مهملة في الصناعة وقد يصل نصيبها السوء إلى 10% من حجم السوء الكلي طبعا إحنا هنا لو افترضنا أن السوء الكلي أو اللي هو مبعات الصناعة 100% هنفترض أن مبعات الصناعة 100% اللي هي عبارة عن طورتة كبيرة كملة كويس فهنا قادة بتستحوز على 40% من هذه المبعات أو من هذه الطورتة في بعد كده المتحدون بيستحوزوا على 30% من هذه الطورتة أو من مبعات الصناعة في التابعون بيستحوزوا على حوالي 20% من مبعات الصناعة أو من هذه الطورتة وفي برضك المتجنبون بيسيطروا أو بيستحوزوا على 10% من هذه الطورتة أو من مبعات الصناعة شوف بعد كده استراتيجيات المنافسة نبدأ باستراتيجيات القادة وبنقول ان استراتيجيات القادة بتنقسم الى مجموعتين في استراتيجيات تهدف الى زيادة النصيب السوق للشركة وفي استراتيجيات بتهدف الى الحفاظ على النصيب السوق للشركة بالنسبة لاستراتيجيات زيادة النصيب السوق للشركة او الاستراتيجية اللي هي زيادة عدد المستخدمين او زيادة عدد العملاء مثل الترويج لشامبو الاطفال جونسون اند جونسون الى كبار السن زوي الشعر الخفيف والمعرضين للصلاة الاستراتيجات التانية من استراتيجات زيادة النصيب السوي الى زيادة الاستخدامات او زيادة استخدامات المنتج مثل استخدام النيلون في صناعة البراشطات في البداية ثم استخدامه في صناعة القمصان والجوارب والستائر والسجاد والاطارات وايضا استخدام كربونات السوديون في صناعة المغبوزات في البداية ثم استخدامها في امتصاص الرواقع الكريهة في السلاجات وصناديق الكمامة والحمامات الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات زيادة النصيب السوي إلى زيادة معدل استخدام المنتج مثل تشجيع تناول الشربة في جميع الوجبات وليس في الغداء فقط بالنسبة لإستراتيجيات الحفاظ على النصيب السوي للشركة اول استراتيجية تدعيم نقاط القوة لدى الشركة عن طريق الابتكار والتطوير المستمر في المنتجات مثل قيام شركة سوني بتقديم موديلات متطورة للمنتجات الالكترونية باستمرار كذلك برضك علاج نقاط الضعف لدى المنافسين مثل دخول السيارات اليابانية الصغيرة في الحجم والموفرة في استهلاك الوقود لمواجهة السيارات الامريكية الكبيرة في الحجم وعالية الاستهلاك للوقود في بعد كده استراتيجية اخرى لتوسيع مجال نشاط الشركة مثل توسيع مجال نشاط شركة ارمسترونج لتصبح تغطية ودزين الحجرات الى الاسقف والحوائط والارضيات بدلا من تغطية الارضيات فقط كذلك اخر استراتيجية فيه استراتيجيات الحفاظ على النصيب السوقي اللي هي الانسحاب من الكتاعات السوقية غير المربحة المجموعة التانية من الاستراتيجيات اللي هي استراتيجيات المتحدين او الاستراتيجية لهجوم المواجهة الامامية ومعناها قيام الشركة المتحدية بمهاجمة الشركة القائدة في كل نقاط القوة والضعف في كل نقاط القوة والضعف بتقليد نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف ولكن على سبيل المثال الشركة القائدة اذا كنت تمتع بجودة عالية انا اعمل زيها كشركة متحدية اعمل ايه ان انا اقدم جودة عالية ايضا ده نقاط قوة بقلد نقاط القوة جودة عالية اصاد جودة عالية طيب بالنسبة لنقاط الضعف لو فردن الشركة القائدة اسعارها مرتفعة احاول ان انا اعالج نقاط الضعف دي وان انا ممكن اقدم منتج بتاعي بسعر اقل او بسعر منخفض فدي كده علاج نقاط الضعف لدى الشركة القائدة وتقليد نقاط القوة لدى الشركة القائدة في بعد كده هجوم متعدد الجوانب اللي هو قيام الشركة المتحدية بمهاجمة الشركة القائدة في عدد النقاط القوة والضعف فيه بعد كده هجوم الجوانب الضعيفة وهو قيام الشركة المتحدية بمهاجمة الشركة القائدة في الجوانب الضعيفة فقط مثل تقديم مركة زاد سعر منخفض لمواجهة مركة زاد سعر مرتفع فيه بعد كده هجوم التجنب وهو قيام الشركة المتحدية بمهاجمة الشركة القائدة عن طريق خدمة قطاعات لا تخدمها الشركة القائدة مثل قيام شركة الطيران ساوس ويست بخدمة مناطق لتخدمها شركة الطيران امريكان ايرلاينز فيه بعد كده هجوم العصابات وهو قيام الشركة المتحدية بمهاجمة الشركة القائدة عن طريق توجيه حملات ترويجية مكسفة خلال فترة زمنية معينة مثل حملات شركات انتاج الايس كريم في شهور الصيف المجموعة الثالثة من الاستراتيجيات التابعين او استراتيجيات الشركات التابعة وفي عندنا اول استراتيجية اسمها التابعية كلمة التابعية عن تقليد فالتابعية عن قرب او التابعية الكاملة وهي تقليد المنظمة التابعة للمنظمة القائدة في كل عناصر المزيج التسويه الاستراتيجية التابعية او التقليد عن بعد او التابعية الاختيارية وهي تقليد المنظمة التابعة للمنظمة القائدة في بعض عناصر المزيج التسويه المجموعة الرابعة من الاستراتيجيات اللي هي استراتيجيات المتجنبين او استراتيجيات الشركات المتجنبة فهنا بيقوم المتجنبين او الشركات المتجنبة بالتخصص في خدمة قطاعات سوقية مهملة على القص الاغتية اول حاجة اساس حجم العميل فعندنا على سبيل المثال تقديم الخدمات الاستشارية القانونية او المحاسبية او الهندسية لكبار العملاء حسب برضك الاساس التاني من قصص التخصص او التجنب نوع العميل مثل التخصص للبيع لتجار الجملة او البيع لتجار التجزئة او البيع للمستهلك النهائي فيه اساس ثالث للتخصص او التجنب احد اجزاء المنتج مثل تخصص شركة لوجي تيك فيه انتاج بعض الاجهزة الملحقة بالكمبيوتر مثل الفارق الى الماوس ولوحة المفاتيح الى كيبورد وكاميرا الفيديو اللي هي بي سي فيديو كاميرا وادات التحكم في الالعاب اللي هي جيمز كنترولر والتي تضاعفت ايراداتها وارباحها في السنوات الاخيرة فيه بعد كده الاساس الرابع اللي هو احد عناصر المزيجي التسويقي مثل التخصص في تقديم منتجات بجودة عالية او بسعر اقل الاساس الخامس اللي هو احد مراحل الانتاج والتسويق مثل التخصص في حلج الكطن او الغزل والنسيج او صناعة الملابس فيه التخصص الجغرافي مثل العمل على المستوى العالمي او الاقليمي او المحلي هنا بننتقل للجزء التاني من المحاضرة اللي هو الحالات العملية والتطبقية في التسويق فهنا عندنا حالة بتتكلم على دور الابتقار في مجال المنتج وتأثيره على الاداء التسويقي للشركة فهنا فيه عندنا حالة او شركة اسمها سور كانت فيه شركة اسمها سور الشركة دي كانت بتنتج جوارب رياضية او شربات رياضية وكانت بتعاني من عدة مشاكل المشكلة الاولى هي هبوط شديد في ارقام المبيعات والحصة السوقية المشكلة التانية ان الجوارب اللي بتنتجها الشركة كانت تنزلق او بتزحلق من على ارجل اللاعبين اثناء اللعب الحاجة التالتة ان اللاعبين اللي هما كانوا بيستخدموا الجوارب اللي بتنتجها الشركة كانوا بيعانوا من تسلخات والتساقات بالاصابع قامت الشركة بعمل عدة اجراءات لمواجهة هذه المشاكل الاجراء الاول انها قامت بانتاج جوارب او شربات باستك جديد مختلفة عن الاستك القديم بجودة عالية بيخلي الجوارب او الشربات لا تنزلق على ارجل اللاعبين اثناء اللعب الاجراء التاني انتاج الجوارب او الشربات بحيث يكون فيه اصابع او فواصل بين الاصابع بحيث تمنع التسلخات والاتصاقات لاصابع اللاعبين الحاجة التالتة انتاج شربات وجوارب اخرى عادية لغير الرياضيين سواء للرجال او للسيدات الاجراء الرابع فتحت الشركة فروع في النوادي الصغيرة الاجراء الخامس اللي هو توجيه الشركة للحملات الاعلانية لتعريف العملاء بالتغيرات الحادثة على منتجات الشركة طبعا التغيرات الحادثة على منتجات الشركة فيه حاجتين ان المنتج الحالي اللي هو الشربات الرياضية تم تطورها وفي نفس الوقت تم تقديم منتجات جديدة اللي هي الشربات العادية للرجال والسيدات الاجراء اللي هو السادس والاخير تسعير المنتجات وفقا لقدرة العميل على الدفع وطبعا نتيجة لهذه المجهودات ارتفعت قيمة مباعات الشركة من 30 مليون دولار الى 150 مليون دولار خلال 3 اعوام طبعا نستفيد من الحالة العملية دي ان هنا الابتكار في المنتج ان الشركة هنا اتقرت وطورت المنتج الحالي وفي نفس الوقت انتجت منتجات جديدة فطبعا كان ده ليه تأثير جوهري وقوي على الاداء تسويق للشركة اللي احنا بنعبر عن اداء تسويق ده بارقام المباعات وفعلا زالت ارقام مباعات الشركة انتقلت من 30 مليون دولار الى 150 مليون دولار خلال 3 سنوات نيجي هنا للاسئلة على المحاضرة السبعة والاخيرة السؤال الاول بيقول اشرح اسباب ومبررات صحة العبارات الاتية العبارة الاولى تتطلب مواجهة المنافسين قيام ادارة المنظمة بستة خطوات اساسية في بعد كده تسعى الشركة القائدة الى الحفاظ على وزيادة نصبها السوئي باتباع استراتيجيات معينة العبارة الثالثة تسعى الشركة المتحدية الى زيادة نصبها السوئي عن طريق اتباع احد الاستراتيجيات الهجومية على الشركة القائدة السؤال الثاني اشرح حالة عملية توضح تأثير الابتكار في المنتج على اداء تسويق المنظمة وهنا طبعا الحالة بتاعت شركة سور لانتاج الجوارب او الشربات الرياضية وبكده اكون انتهيت من شرح الموضوع السابع والاخير في مادة المؤسسات التسويقية واللي هو كان بيتناول موضوع المنافسة وكان بيتناول ايضا الحالات العملية والتطبيقية في التسويق مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والتفوق باذن الله اه دكتور محمد بركات